السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهاجرين والمهاجرات اللي عايشين في هولندا. كما كتشوفوا معنا العنوان هنا هي طائرات اضافية للنقل جوابين المغرب او هولندا. كانوا قاع واحد المشكلة هولندا كانت رفضت انا يدخلوا الطائرات دي للمغرب. اه بحل اللي قلت في الفيديو اللي قلنا هدا يعني المعاملة بالمثل طبعا الدول يعني ماشي. الدول الاوروبية ركات عرفو يعني ركات حدي السوال احديها لا ولا. وخصصها هي تستفد. وبالتالي كانت رفضت الدخول دي لشركات المغربية فقط لنقل المهاجرين. والمقيمين في هولندا من والى هولندا. ودخلت في واحد. في اللول كانت شدت على شركة الطائر المغربية يوم بعد دخلوا في واحد اه مفاوضات. وهذه مفاوضات هذي تكلت بالنجاح. وتم الاعلان اليوم الثلاثة عن هذا الاستئناف الرحالات الجوية الاستثنائية ما بين المغرب و هولندا. بعد توقفها يوم عشر غوش الجاري. بسبب انتهاء الاتفاقية التي وقعها الجانبين. والتالي ده برجعوا توقفها الاتفاقية. وبإمكان المقيمين في المغرب انهم اللي يصفروا ما بين المغرب يرجعون. بالاحرى يرجعون هولندا الان. اه عبر خطوط الملكية المغربية العربية. و كذلك اللي جاء في الاتفاقية ان نضافت شركة جديدة. من بين هات الشركة الجديدة اللي عايزي تبدأت تخدمها بالمغرب والغولندا. وبإمكان المقيمين يقطع في البيئة. هي كوريندون ايرلاينز. اه هذي شركة رأس مدية لها توركي هولندي. مهم من احنا على رأس المدية. اللي مهم هو انها عايزي تبدأ تهي تنقل المسافرين اللي بغي يقطع فيها البيئة ما بين هولندا والمغرب. كما بإمكانكم تقطعوا البيئة مع ترانزافيا لأنها تهي يدخل فيها اتفاقية. ترانزافيا كذلك. ترانزافيا دي الفرنسة و ترانزافيا دي الهولندا. على العموم بإمكانكم تقطعوا البيئة مع ترانزافيا كذلك. والهولنديين تمكنون كذلك من ادافة واحد الشركة اخرى اللي هي تويفلاي. يمكنكم الناس اللي بغي يمشيون هولندا يقطعوا البيئة مع تويفلاي كذلك. من المغرب الى هولندا. والعكس صحيح من هولندا الى المغرب. اذا ثلاثة دير الشركات عادي تنضاف نجوز الشركات اللي كانوا خدامة. وبالتالي خمسة دي الشركات. كما قلنا خمسة دي الشركات اللي هما الخطوط الملكية المغربية. العربية للطيران. ترانزافيا كوريندون ايرلاينز و تويفلاي. اذا عادي يكون بحتاج بالنسبة للمسافر هادي حاجة مزيانة. لان عادي يكون عنده الاختيار. ومقارنة الاتمنة. واللي كان الجه سهلا ويقدع لها يعني عادي ياخد معها البيئة. وهذا هو الخبر لكين. والله يسر الامر لجميع. ونهاركم برك.